الخبر هو اللي عادنا عن عمر سيدو فضيحة السارة فسارة ننزلت هذا المقطع على قناته باليوتيوب وبهذا المقطع حاولت انه تفضح بطار خلباش انه عساس يحكي عليها لكن صراح كل اللي صار بالفيديو انه حكي عادي صار تم لعبيه من المونتاج فعمر سيدو هو واحد من اصدقاء سارة القديمين وننزل مقطع على قناته باليوتيوب وفضح خصه بالكامل صوت بيسان اسماعيل وماية جماله سارة وبالاثباتات وتجيل الصوتي كامل وبالنسبة لك طبعا هو اتحدى انه يوصل 200000 مشترك على قناته باليوتيوب رحطوكم رابط قناته باليوتيوب اذا وصلتم 200000 مشترك حسب التحدي البناتنا انه رح اطلع فيديو بدون القناع فالتحدي بيتكم قناته بالوصف اكو ظرف يومين لازم توصلوا 200000 مشترك وروح شوفوا فضحة بيسان وماية جمال الخبر ثان اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فاول اليوتيوبر العادنا هو احمد النشيط فاحمد النشيط لزهاد الاغني على قناته بسعة الاغنية بعنوان بسنا فلوس شبه هواي من اليوتيوبر اللي منهم نورستار الصراحة اللي سمعوا الاغنية لغا بيقولون عليها غريبة بالنسبة لتسمع الاغنية رحطوكم الرابط والوصف روح اسمعوها وبالنسبة لاشخاص اللي سمعوا الاغنية يكتبون انه تقيمهم الها بالكومنتات الخبر الثالث اللي عادنا عن احمد الحسن وزينب وصولوا حسابهم من الانستجرام لثلاثة مليون متابع فان شاء الله يلف مبروك وعقبال عشر مليون اربو وطمئن التسنين حبايب انه تباركوا لهم بالكومنتات الخبر الرابع اللي عادنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة بيسان وعنس الشايب وفهم لثم غيث مروان من التعليقات اللي عادهم اما ليس عن السبب فالصراحة حسب ما اتوقع ربما ان النارين بتحليمات تحتو يا بيسان اسماعيل وميهتون بعض ونعريب ان تكون صديق غيث مروان بالنسبة للدلين ودخل اخمطة نزلوا من زبع التعليقات وروح نكتبس مغيث مروان بعد اذهبوا على كلمة لحظة ثولية ومدفع التعليق وتتعلق لاشخاص اقورايا باهم نحظهم زين روح غير لحسابة ومشفه للتعليق الحيطة للناس او لا باهم غير لحسابة من زبع التعليقات وروح للكلمة لحظة ثولية رح نشفه لتعليق ما ظهر ومنهم تعليق دول اشخاص ثانيا ظاهر اشتركوا هذا الخبر وحركتهم باقفة غيث مروان الخبر الخامس اللي عادنا ان اريني بيوتي واخيرا نستلامها الدرع للعشر مليون ولكن لاسف مو هي لاستلمة الدرع وانما اخوانه اللي حاليا قاعدين بالسويد لاستلموا الدرع ومنانا بيوتي حاليا هي بامارات اخوانه نزلوا على حساباتهم بالانستجرام شوية تستوريات لا تفعلوا معاومة استلموا الدرع اللي حطتكم الانستوريات اللي حابين يشوفها كامل ريني بدي اقول لك الف مبروك وبتستاهلي هذا الشي وان شاء الله من نجاح لنجاح وبحبه كتير وان شاء الله الف مبروك لاتفتنا حبايب نتباركوا بلكومنتات على الدرع عشر مليون وبيصل الى حانات مقطع حبايب مقطع امر سيدو اللي تنسوا بالوصف رح شوفوا حقق بالكامل وبس انشانك فايزة واختناك القصص ومع السلامة